على امتداد مساحات شاسعة صنع تنظيم داعش قصص الموت والإرهاب يخسر نتيجتها العراقيون أرواحا وأمنا وسبيلا إلى طريق آمن مستقر اليوم يخطو العراق مسافات ثابتة في النيل من مخلفات الإرهاب التي تحاول خلايا التنظيم من خلالها إعادة صناعة نفسها في مناطق عدة في الجنوب والوسط وعلى مشارف بغداد ومفاتيحها وفي قضاء سنجار لكن الأمن القومي الذي تضعه الحكومة العراقية على رأس الأولويات سيما في نينوى المستهدفة بإثارة صوت الرصاص والسلاح ما جعل الأهمية القصوى في زيارة وفد أمني يترأسه مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج ورئيس أركان الجيش ووكيل رئيس جهاز الأمن الوطني وعدد من المسؤولين الأمنيين الخطة العسكرية التركية في ضرب مواقع لحزب العمال الكردستاني وكذلك ممارسات داعش بين الفينة والأخرى كل هذا يعيد التنفيذ العملية لاتفاق إخراج جماعات المسلحة غير القانونية على رأس السطر مجددا وفي كل الاتجاهات لا يزال القائد العام للقوات المسلحة متابعا حريصا في تنفيذ الخطط الميدانية لمحاربة التنظيم ومنع تشكيلاته القتالية وإرهاب الناس وترويعهم في إطار تحقيق الأمن الذي يضمن للعراق إعادة حياة الهدوء وضمانة إنهاء مسلسل التنظيم الإرهابي وتأمين الحدود البرية جهود أمنية مكثفة بتنسيق من التحالف الدولي ومعارك شرسة تحدث بين القوات الأمنية وعناصر التنظيم تبدد آماله بالقضاء على رؤوسه الكبيرة وقوائم الإرهاب المنتشر في بعض المناطق هنا وهناك